مرحبا بكم أصدقائي اليوم راح نتحدث عن درس جديد وهو الدرس الثالث عن الـ Type Juggling في لغة الـ PHP طبعاً إذا ما تعرفني فاني عبد الرحمن مقيم في النمسا عراق الجنسية أعمل في شركة إنترنيشنال في النمسا حاول التابع كل الفيديوات بخصوص تعلم البرمجة من الصفر في القوائم مع هذه القناة راح تلقى هواي لغات أنا شارح عنها اليوم راح نتكلم عن الـ Type Juggling الدرس الثالث قبل لأن ننتقل للدرس الثالث variable المتغيرات يا أصدقائي هناك شغلة ما قدت لكم إياها إنه شغلة الـ PHP بالمتغيرات شوية جداً حساسة يعني شون منأخذنا إحنا إذا تتذكرون الـ S$ و كتبنا كلمة name هل هو هذا نفسه لو كتبت S$ و capital name لا يختلف إذن هنا الـ case sensitive يعني لغة PHP جداً حساسة تلاحظ على هاي الشغلات إذا غيرت بالحرف فراح يصير غير متغير فحاول تنتبه إلها إذا كانت عندك كلمتين تريد تمزجها مثلاً تريد تقول color code يعني أكواد الكولر شون راح تكتب راح تكتب كلمة color بهذه الطريقة والكلمة الثانية لازم تكتب بحرف capital وبهذا الشكل color code فهذا الموضوع اسمه case camille يعني لو تلاحظ هنا يا أصدقائي هو case camille case اللي ينكتب أول كلمة small letter وثاني حرف من بعد الكلمة الثانية capital حتى يكون المبرمج الثاني يشاهد أنه المتغير هذا من كلمتين وما يضيع ولا التية هذاني الأساسيات لازم نلتزم بها بالبرمجة بلغات البي اتش بي فاليوم راح ننتقل إلى type juggling مثل ما تلاحظ معلومة أيضاً آخرة على أضيفة إلك في موضوع المتغيرات أكو إذا تشاهد إذا استخدمت الورد بريس راح تشوف أنه بي اتش بي بالورد بريس عادة المبرمجين يستخدمون بهذه الطريقة color و underscore وكلمة code أيضاً بهاذي الطريقة فإنت اختار نوع معين اختار نوع معين خاطر تلتزم بي هذا النوع اللي راح تشوفه الثاني واحد هذا موجود بس بالورد بريس أوكي أما النوع فهو عادة المبرمجين البي اتش بي استخدمون هذا النوع يا أصدقائي أوكي هس خلو نروح على موضوع type juggling type juggling يا أصدقائي نحن نعرف الأوبرايتر خلي نحكي شوية عن الأوبرايتر طبعاً طريقة الكومنت أكو هذه الطريقة يا أصدقائي نكتب بها الكومنت أو الطريقة الثانية اللي هي إذا كان عندي أكثر من سطر أخلي هذه الطريقة وأخلي نجمة وأخلي نجمة أخرى وهذه الطريقة بهذه الطريقة إذا كانت أنه أكثر من جملة أكثر من جملة وعادة يكتبون المبرمجين مثلاً هنا أيضاً هنا أيضاً يخلون نجمات هنا تبدي الكلمة مثلاً بي اتشبي لانجوج بهذا الشكل وتكتب الجملة الثانية والثالثة هذا بالناحية الـ comment أيضاً ورح نسوي لدرس آخر أيضاً المهم ننتقل الـ operator عندنا تعرفون انه الاشارات هذا اليساوي هذا الزائد هذا الضرب هذه القسمة بهذا الشكل هذه هي الناقص فبالتايب جاغلينج يا اصدقائي اهنانا اللغة البي اتش بي عادة شنو معناه التايب جاغلينج التايب جاغلينج هو انه يسوي عملية كونفيرتر كونفيرتر من متغير كان نوعه مثلا سترينج يصبح الى انتجر شلون راح نشيك هذا الموضوع او شلون راح نعرف هذا الشي خلي ناخذ متغير نسميه فيرست نامبر اوكي فيرست نامبر قلنا الكلمة الثانية يكون بهذا الشكل كميل كيس اوكي يساوي سوري يساوي واطي رقم مثلا خمسة وعشرين اهنانا اصبح عادة انتجر لانه سمي كولوم خمسة وعشرين انتجر اعرف انه هاد الموضوع انتجر راح اسوي اه متغير اخر اللي هو السكند سكند نامبر واقول ليساوي واخلي هنا دبل كوتيشن واخلي هنا انا ايضا خمسة وعشر او خمسة وثلاثين واخلي سيمي كولوم زين هذا النوع الثاني لو تلاحظ اذا استخدمنا اذا استخدمنا الفار دامب هذا الفار دامب واخليت ما بين القوسين واخلي سيمي كولوم وذا خليت اول متغير اول متغير اللي هو الفيرست نام نامبر راح نشوف شنو نوع المتغير هنا عرفه وهنان الفار دام ثاني ناخد للسكند نامبر خاطر نتأكد انه حتشينا صحيح لا خلي نشوف انه هنا از دولار الاراقون ونفتح البراوزر راح نفعل الاراقون ونفتح البراوزر يا اصدقائي طبعا مثل ما قلت انه لازم تفعل الاراقون فاهنا راح نروح للبراوزر يا اصدقائي راح تشوفون انه الادمن بالصفحة اللي جنا نشتغل بيها اول متغير قال لي هذا من نوع ترى انتجر والسترينج من نوع يعني المتغير الثاني من نوع سترينج خمسة وثلاثين زين راح اسوي انا شغلة انه خاطر عرف شنو شغلة تايب جاغلينج التايب جاغلينج اذا هسه خليت متغير اخر وسميته مثلا result اوكي result يعني ناتج جمع او مثلا sum اوكي يساوي first number زائد second number second number وخلي semi column وخاطر اعرف النتيجة فاخلي قبل السم يا اما اخلي كلمة eco ايكو بهذه الطريقة او اا اقدر اقول مثلا var للدم خاطر اعرف انه هنانه التايب جاغلينج اش صار نوع المتغير هنا لانه مزجت ما بين السترينج والانتجر وهذا الشي ما يصير فخلي نروح نشوف فرح اخلي الاس دولار اخلي السم اوكي واجه اسيذ طبعا هنانه رح اخلي اه فد ايكو خاطر اخلي ما بين اسطر وخلي double quotation سيمي كولوم واستخدم تاقل بي ار يعني انزل سطر سوري بي ار واخلي ايضا اه بعد البي ار بعد ما ينزل سطر علامة اليساوي يساوي يساوي هذا يعني انه خطوط بهذه الشكل هس رح اجي اخذ ctrl c اهنان ايضا هنا ما بينهن امين ايضا خاطر نشوف وهنان ايضا تحت اوكي ونجي نسيف هس لو نجي نشاهد نسوي اكتواليزايشن يعني رفرش ريلود ذا بيج رح تشوفون انه طبعا خلي نقدر اهنان انه ايضا نخلي بي ار كلمة البي ار ترا واهنان ناخذه كلهم نكوبي كوبي ونحطهم بيست 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 ونجي نسيف فلما نسيفنا يا اصدقائي هنا رح نيجي نشوف رح نشوف انه اول متغير هو من نوع انتجة ثاني متغير هو سترينج اهنان الناتج مال الايكو لو تلاحظ خلي اصغر اهنان الشاشة خاطر نباوع ونصغر هنا هاي الشاشة ونجيب هاي الشاشة اهنان ونشوف الكود مالتنا نقارن هنا نسحب هاي من هالصفحة خاطر نشوف انه الكود مالتنا نجي نصغره هنا اوكي اهس نجي نشوف يا اصدقائي زين اهنان رح نباوع انه اه قدام الباردام الاول واحد خمسة وعشرين الباردام ثاني هو خمسة وثلاثين من نوع سترينج من جمعة آني سوه هنا جمع لي النتيجة ستين بس هنا حسبه انتجر اذا هنا نحاول ننتبه اذا خلينا رقم بالبداية في حالة العمليات واحنا حاطيها بكوتيشن سترينج فهنان البي اتش بي رح يفهمت ان ان انتخل انتجار زين اذا خليت انا هنا فتمتغير حرف مثلا عبود هل رح يجمع اهنانه لو سوي سيف ونسوي الرفرش رح نشوف انه ما رح يجمع اهنانه ليش لانه هنا صار سترينج بده بكابيتال لتر ما بده برقم وابقى انه الموضوع الانتجار خمسة وعشرين ما اتغير شي زين اذا خليت مثلا كلمة عبود بعد الخمسة وثلاثين رح يجمع خلي نشوف اهنانه جمع اذا هم حسبه انتجار اذا لازم ننتبه على هذه الفقرة تايب جاغلينج جدا حساسي اصدقائي اتمنى ان استفادت من هذا الدرس اتمنى فهمت هذا الموضوع اتمنى تلتزموا ايا شهر رمضان جاي حاول انه تضطي من وقتك ماشي يا اخوية شوفك على خير اتمنى لك كل الموفقية والسعادة وان شاء الله نشوفك في فيديوهات اخرى وتكون متعلم ومحترف ويانا بحياتي لك اخوة عبد الرحمن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة